كابتن صلاح هاقصر لحضرتك السؤال صفتها طبعا موديل فني كبير وكده طب تغير اللعيبة وشكل الفرقة مع الكابتن خالد جلال مختلفة جدا عن إيهاب جلال الكابتن إيهاب جلال طب معلش ما نفس القماشة زياني بقوله يعني طب إيه الفرق يعني أنا ما حضرتش اللي اتنين بس أنا بقولك هي معاملة اللعيبة هيديك إمتى الروح والرجولة مش فكرة أقوى لا يعني ما نقول لحضرتك ممكن مثلا إيهاب مقاعد ناس جي خالد اللعبهم عايز يثبت عايز يبقى ليه وضع في الفرقة في الأساسيين ويدي بتيجي لو أنت حاولت تثبت تشكيلة هتلاقي فيه منافسة هتلاقي فيه منافسة أنا ملاحظ برضو حاجة كابتن صلاحة يعني مفروض جمهور الزمالك العظيم إنه هو لازم يعني يصبر على خالد جلال بمعنى إيه بمعنى إيهاب جلال لما يجيه أول مباراة اتغلب تلاتة من الأهلي والناس قاعدت أصبر عليه نصبر يعني من درجة أنا قدت أول واحد يمكن قدت انتقطن وجود كابتن نهاب جلال وكان ملقى تنظر إن حد يبقى من أبناء النادي إنه هو عارف طبيعة ولاد الزمالك بلعبه إزاي أو نفسيتهم إزاي وتعامل معهم نفسيا وفنيا وكل حاجة شايف خالد جلال التعادل فالناس بتقول لي خالد يعني فند الفرصة لخالد جلال ونسيبه ونسيبه شايف إن الأداء قويس بتاعه وشايف إن هو فيه يعني حماس يعني شايف إن أولاد النادي الزمالك عارفين يتعاملوا مع أولاد الزمالك أفضل من أي مدرب هو ده أكيد بس هل الجماهير دي هتستحمل المدرب المصري عشان كده الساز مرتضى بيعمل إيه بيجيب أجنابي وخلي واحد مصري معه وده الأصلح بالنسبة للأهل والزمالك يمكن بس الأهل الزمالك فترة اللي جاء في الفترة دي يعني أفضل شايف المدرب العجنابي أفضل في الفترة والله أنا عشان أنا مصري المصري المصري بس دايما الجمهور الجمهور بيضغط النتائج مش مساعدك محدش بيستحمل يبقى فيه تغيير بسرعة أو بيطالبوا بالتغيير بسرعة يعني مين اللي ماشى فلان مين اللي جاء فلان أعتقد يعني الجماهير ضغطت على مجلس الإدارة حكيت طبعا لكن لو أنت بتكسب حتى وأدائك مش مش كويس مش كويس بتكمل وانت بحسنا مع كلهم الدربين بس هو زي ما قول أحداك الناس كلها بصة للزمالك فانا عايزهم بص يبصوا للزمالك يساعدوه يبقوا في ظهره وانا مواسق بقول أحداك التاني مواسق في اللعيبة دي هتعمل كل حاجة كويسا لانت زمالك في الفترة الجاي طبعا احنا عاملين فقرة جديدة نشوفها نرجعك لذكرات زمال حاجة اسمها ومبارات التاريخ نشوفها ونرجع لحاتكم تاني واستعب الكابتن سعيد عبد عزيز وكابتن تاني أراك ان شاء الله فضلك